السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد إذن في الفيديو دي اليوم قمنا بتصحيح الامتحال موحد لمادة الرياضيات للمساوى الثالثة إعداد رابط هذا النموذج ستلقاه في صندوق الوصف كنا في فيديوهات سابقة قمنا بتصحيح الأجزاء الأولى لهذا النموذج إذن ستلقاه هذه التصحيحات كذلك في صندوق الوصف ممكن المشاهدة دياله واتحميل روابات الPDF الخاصة بها إذن ربضو مباشراتن بي لأُلْذَرِ حَظِرُ 2 يoudairين لديناこの أدوبة في امتلكه بإمتلك الناeting دورة الأماكلي ان يار لدينا في امتلك الارض الأبد النسبة فالنسبة للمساكلي النسبة خصة بأم لอน الشبابات صورة النسبة来 تأم لد ellespointين ت� 沒有ها الذ bugün هل فقد أن الأمر كل أهتم إن Yoon البحث لست هذه�뉴 الجديد 加Am ق�도 إذن ضروري يجب أن نتمكنهم هذه المعطيات لكي نقدرون أن نجاوبه على الأسئلة إذن دائما نقصم يكونوا قدمنا هذه المعطيات إذن نرمضون إلى الأولى إذن السؤال الأولى يقول Montre que EF égale 3.75 إذن نقسمينه مع أنه EF 4.75 إذن لكي نجاوبوا على هذا السؤال ستعتمدوا على تيرم 2.3 إذن إذن كنلاحظوا بأن هذه الدروات EP أو FB سكوب OA إذن كتلاحظوا على المئترنتين إذن كنلحظوا بأن هذه الدروات إذن كنلحظوا بأن هذه الدروات لدروات EP E FB سوكوب سوكوب en A وشنو أخونا EF وشنو أخونا P P إذن هدو ما لديه المن لديه إذن جزيه لديه دروات لديه وشنو أخونا وهد EF وP بيش عمل نتوازي إذن شنو أخونا لدينا ملو دابا دان دابري لديه 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 شنو غادي يكون عنا إذن غا نعملو AE sur AB إقال AF sur AB إقال EF sur PB هنا عنا خرجو تخوض الإيقاليتي من هاد الإيقاليتي إذن شكونا هي الإيقاليتي اللي غادي نعتمدو عليها إذن بطبيعة الحال غادي نخرجو أول حاجة أول حاجة الرافور EF sur PB إذن لما كتبتاش مزيان شوفنا كتبت PB غادي نصحوها اللي كتابة هنا إذن شنو عنا EF sur PB sur P PB إذن EF sur P PB إذن ها هي غادي نحاول نكتبوها P PB إذن شنو غادي نقولو هنا يا من هاد الغلاثة و هادي نخرجو اللي غادي نحتاجو دو EF إذن علش خطرت لغاپور EF sur PB لأنك نفتش على EF كنقلب على EF PB إذن مشكون هو الغاپور الأخر اللي غادي نخرج وش A-E على A-P ولا A-F على على A-P إذن غادي نختار A-E على A-P علش بدورت هذا A-E على A-P لأنه عندي المعطيات ديالهم عندي القياسات ديالهم إذن A-E بلات مش نشوفو هذا بشكل أوضاح إذن غادي نحاولو نشوفو A-E على من على A على A-P و غادي نعمل نعوض النتائج دو E-F على من PB ما قالنا كتساوي PB خم خمسة A-E قالنا ثلاثة و A-P كاتر إذن هنا لخطيت ستار ما خليتش البلاصة ديالكتابة غادي نحاول نكمل هنا دو شنو غادي يكون عندنا E-F شنو كتساوينا E-F نفتحها للفراكشن E-F مباشرة نكتب لغي جلتا E-F كتساوي خمسة في ثلاثة على أربعة و خمسة في ثلاثة على أربعة هي خمسطاش على على أربعة شنو كتساوينا كتساوينا خمسة مقسومة على أربعة ثلاثة فاصيلة خمسة وسبعين و إحنا جبرنا الغزولتات اللي بغوا إذن القينا الغزولتات اللي مطلوبة دبعا عمشوا لكيسيان السويفان إذن شنو كالك كالكولي P-D على P-A و P-C على P-B إذن إذن عمدوا ب P-D sur P-A إذن P-D sur P-A و غن نعودوا من الغزولتات ديالهم إذن هنا أعطونا A-P كتساوينا أربعة P-A هي نفس نفس الشيء نفس الدستانس إذن أربعة دبعا نشوفوا P-D P-D ما هي تساوينا P-D 1. 1.6 1 فاصيلة 6 إذن غن نحولها ندخل الصوب من الفاصيلة إذن هنا 16 40 6 sur 40 بعد غن نعملوا simplification إذن نقصب على 8 إذن نقصب على 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 30 12 11 12 11 12 12 13 12 20 20 21 23 22 le théorème d'après la récéproque de théorème de Thalys de Thalys A, B parallèle à C A, C ou bien là, on connaît la question 3 on a P, D sur P, A est égal à P, C sur P, B d'après la question 2 ou d'après la figure, les points D, P, A et les points C, P, B sont alignés dans le même ordre donc d'après la récéproque de Thalys A, B parallèle à A, C, B et dans la question suivante et dans la question suivante il y a l'exercice 5 considérons la figure C dessous telle que A, D, B égale à 55 degrés et dans l'attention de la figure et dans l'attention de la figure et dans l'attention de 55 degrés et dans la question 1 calculez la mesure de l'angle A, C, B il y a l'angle A, C, B il y a l'angle inscrit il y a l'angle A, C, C, B il y a l'angle A, C, B je n'aurai dit qu'on qu'il y a de ça il y a l'angle A, C, B intercepte l'arc A, B ou l'angle A, D, B intercepte l'arc A, B il y a juste des angles qui sont inscrits inscrits ou intercepte le même arc il y a qui connu ? il y a l'angle A, C, B il y a l'angle A, C, B l'angle A, C, B intercepte intercepte l'arc A, B et A, D, B intercepte intercepte le même arc A, A, B donc A, C, B l'adb or ou bima enna j'noukas n'arkom A, D, B l'adb j'nouka t'sewinna 55 alors j'noukas y'kon a l'anna alors هذا الانجل ACB راتكون كتساونا خمسا وخمسين وحنا جبنا على la question 1 إذن رمشيو la question suivante calculez la mesure d'angle A au B إذن الانجل A au B في la figure يوجد الانجل au centre إذن الانجل au centre A au B intercepte l'arc AAB إذن الانجل inscrit A, D, B intercepte le même angle إذن الانجل كتساونا جبنا وإذن الانجل A, D, B سيلا مواتي de A, O, B أو bien A, O, B سيلا دوبل ديال A, D, B إذن الانجل كتساونا جبنا للمارات A, D, B إذن الانجل إذن الانجل إذن الانجل أوب loses إذن الانجل للهرب andsacak إذن الانجل وكتساونا جبنا وكتساونا جبنا أب 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 أدب 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 يتون أغل إسكر إسكر إنترسيب intercepte l'arc AAB. Donc, AOB est égal à 2 fois ADADB, d'où AOB égale 2 fois 55 degrés. Finalement, AOB égale 110 degrés. بهكذا نكون انتهينا من تصحيح هذا النموذج. نتمنى أنكم تكونوا استفتوا من هذا التصحيح وحد موافق في الامتحانات المقبلة في الامتحان الموحد. إذن لا تنساوش رابط هذا النموذج ستلقاوه في صندوق الوصف. نتمنى أنكم تقوموا بتحميل دياله وتستفدوا منه. إذن إلى اللقاء وحد موفق لكم. ترجمة نانسي قنقر